اهلا بكم الى موجز الاحداث المسائية على قناة الحدث الافريقي تفسح الحكومة منتصف شهر شتنبر المقبل لأولى جوالات الحوار الاجتماعي بعد طرحها المذكرة تأطيرية لقانون المالية لسنة 2023 محاولة بسط المضامين وبحث امكانية تحقيق توافقات تنهي الجدل القائمة بشأن ملفات عديدة نظمت جمعية لقاءات للتربية وثقافات الأحد بالرباط في أجواء تخللتها أهزيج ترمز للمحبة والإخاء والتضامن احتفالية باب عشور الشخصية الفلكلورية تكريسا لثقافة المغربية الأصيلة وحفظا على الموروث الثقافي لثراث الشعبية تم مؤخرا رفع علامة اللواء الأزرق بشاطئ سيديموسا أكلو التابع ترابيا لإقليم تيزنيت للمرة الحادي عشر على التوالي التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للحسناء وكذا المؤسسة الدولية للتربية البيئية إفريقيا وقع زعيم المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبيا الاثنين في قطر اتفاقا مع حوالي أربعين مجموعة متمردة يهدفوا إلى بدء حوار وطني في عشرين غشت الجاري في ناجامنا وقد رفضت جبهة تغيير والوفاق في تشاد إحدى المجموعات المتمردة الرئيسية توقيع الاتفاق رغم الجهود التي بذلها الوسطاء في الدوحة حتى اللحظة الأخيرة لإقناعها بالانضمام إليه وفي سياق متصل وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو بوتيريش الاتفاق الذي يفترض أن يفتح الطريق أمام عودة سلطة مدنية بأنه لحظة أساسية للشعب تشادي وشدد على ضرورة أن يكون الحوار جامعا لكل الأطراف ليكون نجحا نقل إبراهيم غالي زعيم ميليشيات البوليساريو بعد تدهور صحته إلى جنوب إفريقيا للعلاج تحت تكتم كبير في الجزائر على متن طائرة تخص الرئاسة الجزائرية وحسب تصريح موقع الجزائر تايمز الذي وصف حالة زعيم الميليشيات بالخطيرة جدا وقد يلقى حتفه في جنوب إفريقيا وتعيش الجزائر حالة من الهلع خوفا من تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة خاصة في ظل الصراع الدائر على الكرسي بين عدة أطراف منها بشرايا البشير ممثل العصابة بفرنسا ذو الأصول الموريتانية والقياد إبراهيم محمد محمود وولد البوهالي دوليا أكد مسؤول في حركة الجهاد التوصل لاتفاق هدنه مع إسرائيل بوساطة مصرية بعد ثلاثة أيام من القصف المتبادل بين الطرفين أصفر عن مقتله 41 فلسطينيا وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد محمد الهندي في بيان تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين باسم سعدي وخليل عوودة أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده على الربط بين المناطق الآمنة في الشمال السوري قريبا وجاء ذلك في خطاب ألقاه الاثنين خلال مشاركته في المؤتمر 13 للسفراء الأتراك المنعقد بالعاصمة أنقرة قريبا نأسا واحد حلقات الحزام الأمنية بتطهير المناطق الأخيرة التي يتوجد فيها تنظيم الإرهابي في سوريا كنتم مع موجز المسائية شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة